إذن السلام عليكم أخوتي الأعزاء زي مرحبا لكم في قناتكم غريز نيوز إذن المنتخب الوطني المغربي الفوصص يتمكن من الفوز على المنتخب السعودي لأصلاة البطولة العربية التي تقام في المملكة العربية السعودية المنتخب المغربي اللي فاز بنتيجة 5 الجوج بعدما كانت تفوق من بداية الشرط الثاني بربعة صفرة الشرط الثاني دخل المنتخب الوطني المغربي والريتم عبط على الشيء أنه كيف يفكر في المقابلة أنا مقبلة نظراني أمر عزل بالشرط للول كي يحسن به النتيجة ديال المقابلة سجل المنتخب السعودي الهدف ربعة الواحد الرد تفعل تاريلا المنتخب الوطني المغربي كانت سريعة سجلل خمسة من بعد سجل المنتخب السعودي الهدف الثاني دياله في هذه المقابلة المنتخب الوطني المغربي في هذا التصفيات سيوجه غالبا المنتخب الفائز من مباراة مصر والكويت والجزائر مع العراق سيوجه الفائز في مباراة ليبيا ولبنان بالنسبة للمنتخب المغربي سيوجه ليبيا ولا لبنان وبالنسبة للمنتخب مصر سيوجه الجزائر ولا العراق في مباراة نهاية تمنى بأن المنتخب الوطني المغربي اللي هو حن اللقاب يكون هو بطل هاد النسخة هادي رغم غياب شفيا لمسلا هدى وبلال البقالي اللي كيلعبوا الفرنسي مست باش انه منتح في المنطقة البطن المغربي الا ان المنطقة البطن المغربي دائما تيكون قوي بما نحضر في الفوكسل وانتمنى بان هاد حضور دي لها دي اللاعبين يتعمم على جميع المنتخبات ما يضطرش بغياب اللاعبين او ثلاثة ولا احطار بعد اللاعبين دائما نكونوا في الموعيد اذا اخوان ما انتبوش عليكم ما تنسى اشتركوا في القناة اشتركوا باش دائما نوصلك مشان الانتقوا في فيديو اخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته